بالجرم المشهود هيئة النزاهة تطيح بالفاسدين تباعة اتصاعدت عملياتها بشكل كبير بأدلة وشواهد أوقعت بهم وهم يتقاضون مبالغ مالية لقاء إتمام معاملات معينة أو استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي وغيرها هناك عملية ازياد بكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال وأيضا متابعة الفاسدين ليس داخل العراق وحسبها حتى خارج العراق وبالتالي نرى هناك تصاعد كبير بين العام الماضي والآن وبين العام الماضي والعام الذي سبقه وبالتالي نرى بأن الحركة الدؤوبة من قبل تلك الأطراف لا نتكلم فقط عن هيئة النزاهة وحسب لأنها طرف تعاضدي مع أولا اللجنة النيابية للنزاهة في مجلس النواب العراقي والقضاء الذي يشكل العصب الأول والأخير في عملية الإطاحة بهؤلاء بعد تقديم ملفاتهم زيادة نشاط هيئة النزاهة في مؤسسات الدولة لسيما الخدمية مكنها من تعقب الفاسدين ونصب كمائن محكمة للإطاحة بهم مراقبون أكدوا أن لهذا النشاط إنعكاسات عديدة أبرزها تحجيم عمليات الفساد ومنع هدر أموال الدولة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع الجاري الحالي شهدنا عمليات نوعية في قامة هيئة النزاهة على مستوى المحافظات في الموصل في الأنبار في بغداد في كربلاء في النجف اللقاء يعني بعض الموظفين يقومون باستلام أموال من مواطنين آخرين بحجة مرة بالتعيين مرة تمشيت مع عاملات مرة بنقل أقارات مرة بنقل موظفين من دائرة إلى دائرة وبالتالي فإن ما قامت بها هيئة نزاهة في المدة الأخيرة هو عمل كبير جدا على مستوى ساحة مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في المجتمع وبالتحديد في مؤسسات الحكومية العراقية إشراك المواطني كلاعب أساس في عمليات الإبلاغ عن شبهات الفساد بنا جسورا متينة من الثقة مع هيئة النزاهة لسيما فيما يتعلق باستغلالهم من قبل المعاقبين في عدد من الدوائر لتمشية معاملاتهم وهو ما تعمل الحكومة على معالجته ومحاسبة المستغلين سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر